هلأ بروح نهار هي أخر أغنية أنا ساويتها من كلمات أستاذ عيسى سماوي ألحان أستاذ رامي كركر توزيع كم واجه لهم تحية كتير كبيرة هذا العمل بلهجتنا العمانية الخفيفة الحلوة وستايل رومانس صورنا بمنطقة اسمها سد زيقلاب أو بسموه سد شرحبيل بن حسنة نعم ولحظنا السعيد هي الأغنية فيها هي دنيا شتي شتي طف الشوق اللي بقلبي حبيبي عني صار بعيد فالكلام كان كتير مناسب مع مكان التصوير كانت الدنيا عم بتشتي صراحة أنت صورتها في الربيع صح بداية الربيع وصدفة أنه عم جد شتت يعني طول النهار وإحنا عم نصور كانت عم بشتي رداد يعني ماحتجنا أنه نعمل شطة إصطناعي فكانت الأجواء كتير حلوة والحمد لله يعني عم بتزيد عدد المشاهدات عليه يعني الناس بقدروا يحضروا أكيد على اليوتيوب شانل والمكان التاني اللي صورنا فيه اللي هو متحف أبو جابر بالسلط نعم بيت أبو جابر نعم فكان تكمي لكله للموضوع وإخراج كتير حلو ولطيف وإن شاء الله أنه يكون دمنا خفيفة على الناس ويكون حلو كمان اختيارك لمناطق مختلفة يعني جميلة هو كان الهدف الصراحة أنه نعمل نوع من السياحة كمان لإلا وقدين إحنا الفنان بقدر أنه يخدم بلده بهذا الموضوع وأكتر من حد يسألني أنه أنت وين مصورة فكروني بلبنان قلت لهم هذا المكان بالأردن وكتير حلو بيصير فيه كتير فعالية وتقدرون أنه يروح يعملوا فيه أنشطة كتير وعملين فيه أكواخ يعني أي عيلة بتحب أنها تروح تقضي وقت تروح تنبسط كتير تنبسط بجمال الطبيعة بعيد عن الضجة بعيد عن بعيد حتى يعني ما بتتمني أنه حتى تمسكي الموبايل أنت بعيدة عن السوشال ميديا تتمتعي بهالجو فعلاً من حييكي يعني على هذا التوجه لأنه أصبح الفيديو كليب وصورة الفيديو كليب مبتذلة إلى حد ما وهي بس مرتبطة بموضوع الحب والرجل والمرأة وغيره فهذا جميل وأيضاً هذا دور الفان ريسالما طبعاً هذا واجبنا طب حلو نسمع شوي من الأغنية إذا بحضرتيننا الشيء بتقول غالبني الشوق وزاد همي همي شوقي ودمعي صاروا صحاب غريبة بهالدنيا والي اشتقت الحبيب جنبي يميني صبرني ومين قلبي الحب يطلوبني يا دنيا شتي شتي طفي الشوق اللي بقلبي حبيبي عني صار بعيد موعي معادي تكفي هو نصيبي وحظي حبي مكاني هدي حال غرحة لكل الناس يا رب الصبر تودي نانسي بيترو يعني شهادتنا في صوتك مجروحة أو بحضورك الأنيق طريقتك العرب اللي بتحكي فيها والحكي اللي يعني تكلمت وانا وياكي قبل الهواي نسيه خلص انت بتحبي الأجواء الرومانسية وبتقدميها بشكل حبي أنا بحب بالإشي اللي فيه إحساس من وسطه للناس هلأ إشي الحركة أكيد واجب موجودة بس يمكن ناسي عم تتميز شوي بهذا اللون وحتى لو بدي أعمل إشي سريع بفضل أنه كمان يكون عاطفي وحساسي وصل لناس لأنه إحساسك كتير عم بتترجم من خلال الكلمات والطريقة اللي عم بتأبني فيها الأغنية فصراحة كتير لا بقلك انت قلت لها ما أنا قلت لها فكك من الرومانسية لا يا زلم بالعالس كتير حلو بجنة خليكي مبسوطة وستمتع في الحيوان اللي خلص فضل لنا نحكي بالش عاجل هدعك تحت الهواء اشتركوا في القناة